السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعنا نشوف موقع من مواقع Google البرع ان هو بيقول لك رسم حاجة جاء هو بيحاول يتنبئ انت بترسم ايه الموضوع مش لعبة خلاص لا الموضوع ان هو بيدرب النموذج بتاعه بحس لما يشوف اي حاجة يقدر ان هو يتخيل هي ايه يعني تعال بص كده بعد كده نلعب اللعبة اللي هو بيعملها لنا زي ما تشاف دي اشكال كتير اوي مثلا لو اخدنا مثلا الشكل مثلا زي دوت شواطئ هتلاقي في بص كام الاف الاشكال للشواطئ الاف مائة الالاف لان بيقول لك مية وخمستاشر الف شكل هو طلب من الناس هم يرسموا الشكل فالناس رسمت ده ورسمت ده هتلاقي بعض الرسمات قريبة فعلا من الرسمة المطلوبة وفي بعض الرسمات بعيدة عن اللي هم عايزينها فاحنا نلعب اللعبة دي احنا بتدرب النموذج مع جوجل يعني مثلا ايه هنقول له مثلا ده جت فيبدأ يجيب لك اشكال كتير من الفقسات اللي الناس فقستها اللي الناس اللي سمتها وهكذا طبعا ممكن تقول له انا عايز اشوف الاربيلان رسموها ازاي تمام طيب تمام طيب هنا لقول له انا عايز اخد الكود اللي موجود فهيديك كود ويديك كمان الملف نفسه ده سيت اللي تقدر تدرب عليه الموديل بتاعت دي قوة الـ open source وعشان كده بنلاقي تطورات كتيرة جدا في الزكاة الاصناعي لان دلوقات ما باشي الكود مقفول في كل حاجة وحاجات تأكيد مقفولة طيب خلينا نرعب اللعبة دي لنبدأ الرسم بجيب اللي ارسم جبل هو بدينا عشرين سانية عشان ارسم جبل وكل ما شوية اللي قد عرفتها زي جبل طيب كومسر ماشي ما عرفش بها كومتر دي ازاي نعرفه ان دي كومتر هو شايف صفاح طيب ايه اللي يميزكم متره بيقول اللي الوقت خلص طيب جذر الجذر اللي عرفوا ان دي كومتر ارسم ورقة ها اذا ارسيب له ايه اللي بيرسمه يعني يا راعة انا مش فاكر يعني يا راعة دي ارسيب الفكرة ان زيبان مسلا كنت بتدرب الحاجة على معلومات قليلة هنا لا بيتدربه على داتة كترة جدا ملايين الناس بيخوش يعملوا عربان وصنال ملايين الناس بيخوش ونعمل الله كوتش كده ففليه ايه ففليه دي نعرف ان ايه ففليه دي اصلا ملايين الناس بيخوش لا فلافل ولا هيا الفكرة ان هو بيتدرب على الحاجات بتاعتك تمام؟ فبيقولك هو عارف النص نقل وعارف الجبل والبيت الحاجات معرفاش انا معرفتش برض ايه الفوفية فبيقولك شركة الرسماتك بحيس ان عدد كبير تاني يدخل وبيبدأ ان هو يتدرب وبعد كان بيتفاجأ ان اللي انت بتعمله ده بيش بيتريمد ده بيبقى اساس في برمجة مثلا السيارات الذاتية تكوية ده مثلا ان هو هو ماشي بيقدر يستند كل اشكال اللي حواليه بيعرف امتى يبقى امتى يبقى امتى يبقى امتى يبقى امتى والحاجات ده كلها فده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي اللي هو يقدر يتعرف على الرسمات